أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن بالغ قلقها إزاء السمرار المواجهة المسلحة التي تجري في عدن داعية إلى التهديئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين وأكد سموه الشيخ عبدالله بن زايد آلين هيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على ضرورة تركيز جهود جميع الأطراف على الجبهة الأساسية ومواجهة ملشي الحوثي الإنقلابية والجماعات الإرهابية الأخرى والقضاء عليها ودعا سموه إلى حوار مسؤول وجد من أجل إنهاء الخلافات والعمل على وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة والحفاظ على الأمن والاستقرار كما أكد سموه أن دولة الإمارات وكشريك فاعل في التحالف العربي والذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة تقوم ببدل كافة الجهود للتهديئة وعدم التصعيد في عدن وفي الحث على حج الجهود تجاه التصدي للانقلاب الحوثي وتداعيته وأضاف بأنه من الضروري ولصعوبة الموقف أن يبذل المبعوث الأممي السيد مارتن غريفاث جهوده في الضغط لإنهاء التصعيد الكبير الذي تشهده مدينة عدن لمال الاقتتال الحالي من تداعيات سلبية على الجهود الأممية